الصناعة الدوائية تواكب التطور في هذا المجال تغيرت الأمور صار برنامج تحفيز الإبادة أسهل، أقصر الأدوية المستخدمة، سهلة الأخذ صارت المريضة بتقدر تاخدها لحالها بدون ما تراجع مركز طبي أو ممرضة فالأنبيب زي ما بتعرفوا تقنية طبية متقدمة هلأ عمرها حوالي أكثر من 40 سنة هي اللي تخصيب ويضات السيدة خارج الجسم بحيوانات منوية من الزوج للأزواج اللي ما استطاعوا يحققوا الحمل بالشكل الطبيعي وبننا نقول يمكن أكثر من 7 ملايين طفل أو هلأ شخص حول العالم كانوا نتاج لهذه التقنية المتقدمة الأردن بكل فخر يعني من الدول الرائدة في المنطقة وفي العالم بموضوع أطفال الأنبيب والحمد لله النتائج ممتازة في مركزنا ومراكز المتطورة في البلد يعني لا تقل عن 40% إلى 50% بالأعمار المناسبة والحالات المناسبة نعم مركز حياة للإخصاب الموجود في مستشفى العبدالي بيبلش المشوار من أوله يعني ليس فقط عندهم أهم التقنيات والتطورات ولكن أيضا هم بيحضروا الزوجين لمحاولة ناجحة إن شاء الله فكيف بتتم تحضير الزوجين لهذه المحاولة؟ كيف بتتم تقييم الزوجين لما يجوا لإلكم؟ يعني هو صراحة تقييم لازم يكون دقيق لأن كل حالة مختلفة عنه الأخرى وكل حالة تحمل في تاريخها المرضي وفي طياتها نقاط للحل تحضير الزوج عادة بتم بفحص السائل المنوي مرات بنحتاج نفحص المادة الوراثية للسائل المنوي تحسين الظروف المعيشية للرجل زي توقيف الدخان، الرياضة بعض الأحيان نستخدم مكملات غذائية وفيتامينات أو مضادات أكسدة لتحسين سوية السائل المنوي قبل ما ندخل على البرنامج بالنسبة للست التحضير شوي مور إكستنسيف السيدة أولاً يجب عدم التلكق في اللجوء لخيار أطفال الأنبيب لأنها محدودة بمشاكل متعلقة بالعمر تمام، بمعنى أنه إحنا منعطي فرصة للزوجين بداية زواجهم لسنة، سنتين بعدين إذا ما مش الحال على طول مباشرة لازم نلجأ أنه نروح ناخد استشارة المفروض ناخد استشارة وبتم تحديد أسباب تأخر الحمل والإنجاب اللي في غالبها قد تحل بدون اللجوء لأطفال الأنبيب لكن إذا كانت أطفال الأنبيب هي الخيار المناسب التلكق بهذا الخيار بخسرنا من عمر السيدة ومن عمر الكبل بحيث أن ناخد فرصة حمل جيدة تحضير الست عادة بتم بفحوصات مختلفة للهرمونات مخزون المبايض، مخزون الحديد، بيتامين دال، تغيير نمط الحياة، تنزيل الوزن ممكن كمان الكشف على عيوب الرحم سواء عيوب خلقية أو مستحدثة القنوات إذا فيها استسقاء بعدين من حجم المبيضين من فحوصات الهرمونات نختار البرنامج المناسب لتحفيز الإباضة وتحريضها بحيث أن نكون بمشاكل أقل وبنتائج أفضل نعم، خلينا نتحدث أكثر دكتور عمر عن أهم التطورات وأحدث التقنيات الموجودة بمركز حياة للأخصاب في المختبرات وكل هذه الأمور نحن مركز حياة عيادة متقدمة لمركز إخصاب متطور وحقيقة مهم جدا في المختبرات التي تعمل أطفال الأنبيب أن يكون فيها أحدث التقنيات والتطورات والأجهزة الحديثة ويكون فيها خبرة للعاملين والفنيين دائما تتطور مع الوقت حتى مع جائحة كورونا وغياب اللقاءات العلمية وجها لوجه ظل في تطور علمي ممتاز والآن صارت المعلومة على بعد أعدتك على الكنباي واللابتوب وبتقدر يتوصل إلى أحدث ما تطور التجهيزات المختبر والتقنيات فيها أشياء كتير حديثة من اختيار الحيوان المنوي المناسب أو الأفضل لتخصيب البويضة تحت تكبير عالي من استخدام بعض المحاليل والمواد الكيموية اللي بتزيد من نسبة تلقيح البويضة كمان في استخدام الحاضنات المستقلة مراقبتها الدائمة لمستويات الحموضة للغازات فيها ممكن كمان وضع الجنين تحت المراقبة الدائمة بالكاميرا بدون فتح الحاضنات والاطلع عليه يوميا تقنيات الإرجاع تحت الألتراساوند والإرجاع بمواد معينة هذا تعني المرحلة اللي بعد التخصيب بعد التخصيب وبعد مراقبة الأجنة الآن في تقنيات حديثة كثير بموضوع فحص الأجنة قبل إرجاعها سواء الفحص الكروموسومات لتحديد الاختلال الكروموسومية أو إذا في جنات مرضية معروفة الفحص إلها قبل إعادة الأجنة كمان في ناس بتلجأ الاختيار جنس الجنين الآن كمان في تقنيات ممتازة بموضوع التجميد تجميد الحيوانات المنوية البويضات الأجنة كل هذا عم يتطور مع الوقت والحمد لله نتائج ممتازة الحمد لله تجميل الأجنة إحنا اليوم عم نذكره يعني بمعنى إنه إذا كان هناك في مشاكل بالجنين ممكن إنه إحنا من البدايات نعرفها ونقدر نعالجها زي إيش دكتور؟ الاختلالات الكروموسومية مرات بتأدي لفشل متكرر في محاولات أطفال الأنابيب لذلك إذا كان لدينا هذا الانطباع أو الشك نحنا بنقوم بفحص كروموسومات الأجنة قبل إعادتها إذا كان في مرض متوارث لدى أحد الزوجين أو الزوجين يتم اكتشافه ومعالجته؟ اكتشافه دراسته ومعالجته مش معالجته تجنب الأجنة المصابة أوكي وبالنسبة للأجنة الفائضة عن الحاجة يعني أنت ما بترجعي عدد أجنة كبير ماكسيمام واحد أو اثنين لما بيكون في عندك أجنة فائضة من نوعية جيدة يتم تجميدها للاستفادة منها في محاولات أخرى نعم يعني حتى الأدوية بالعلاجات تغيرت وتطورت فاليوم قديش أنت بتطمئن كل هؤلاء الأشخاص اللي عم بسمعونا وحبين أنهم يقدموا على هذه التجربة صراحة الصناعة الدوائية تواكب التطور في هذا المجال تغيرت الأمور صار برنامج تحفيز الإباضة أسهل أقصر الأدوية المستخدمة سهلة الأخذ صارت المريضة بتقدر تاخدها لحالها بدون ما تراجع مركز طبي أو ممرضة مرات في إبر أسبوعية بدل إبر يومية كمان في الأغراض تثبيت الحمل كنا زمان بنوع أو نوعين من الأدوية الآن في عنا حبوب، تحميل، جل، إبر كله متوفر وكله بفعالية عالية في الأدوية المساعدة على تميع الدم أو تثبيت المناعة كل هدول يتم اللجوء لهم في حالات معينة يتكرر فيها الفشل أو يكون لديها أسباب للفشل وتستدعي العلاج بهذه الأدوية صراحة التطور من كل المجالات سواء المختبرات، الخبرات الطبية أو الصناعات الدوائية كله يساهم في الوصول لنسب نجاح أعلى وتقليل المحاولات الفاشلة والضغط النفسي تبعها نعم، بعد كم محاولة الواحد لازم يوقف مثلاً ويقول لأ لازم تاخد بريك السنة بعدين نرجع المحاولة، ولا بعد كل محاولة إذا لا سمح الله فشلت لازم يكون فيه وقفة مثلاً تقريباً عام أو أقل هو الصراحة ما فيش وقفة زمنية لازمة هو لازم يكون فيه وقفة لدراسة أسباب الفشل يعني إذا كان الحالة فيها مقومات النجاح وفشلت بدنا ننظر في الأسباب هل هناك سبب لتجنبه في المحاولة الأخرى؟ الوقوف لفترات طويلة زمنياً مرات بيكون ضار لأنه ما إله فائدة ثانياً ممكن يضرنا أنه السيدة أو الزوج بيفقدوا من قدرتهم الإنجابية مع الوقت خصوصاً السيدة مع تقدم العمر لذلك إحنا حريسين أنهم ياخدوا العناية الأفضل وما فيش تضييع للوقت نعم شكراً جزيلاً دكتور عمر العمر استشاري العقم وأطفال الأنبيب من مركز حياة للإخصاب في مستشفى العبدالي شرفتنا شكراً إليك شكراً لإستضافتكم